وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشف صبحي بتبذل مجود كبير عشان كل الأحداث العالمية اللي بتصدفها مصر وعلى فكرة ده حاجة تخلينا كلنا رأسنا في السماء إن مصر بتصدف هذه البطولات في ظل الجائحة دي وبتنجح في استضافتها بل بتكسب ثقة العالم وعدد كبير من الدول بيشارك وقومش ألعان على لعبته والأجسته إنه يجي مصر في ظل هذه الجائحة وزير الشباب والرياضة يلتقي وفد الاتحاد الدولي للجنباز الدكتور أشف صبحي وزير الشباب والرياضة قابل وفد الاتحاد الدولي للجنباز وده كان بحضور الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصر للجنباز والدكتور أنوها عبدالوهاب عضو اللجنة الفنية البتحاد الدولي علشان يقفوا على آخر استعدادات خاصة باستضافة مصر الكأس العالم للجنباز الفني واللي هتتلاعب على صدر أستاذ القائرات الدولي في الفترة من واحد لحد سبعة يونيو القادم بمشاركة كان بقى تلتمائة لعب ولعبة من خمسة وعشرين دولة الوزير أكد أن مصر جاهزة استضافة كبرى البطولات الدولية وده بفضل لدعم القيادة السياسية اللي ما فيه الشك فيه الكلام ده في ظل الطفرة الإنشائية اللي بتحصل في مصر طفرة في كل شيء طفرة في كل شيء بنية أساسية وبنية تحتية بنية بشرية كمان في الرياضة بيحصل طفرة فيها كبيرة جدا بنية إدارية مصر حقيقة بتشهد طفرة لم تشهدها من قبل وهيذكرها التاريخ يعني إحنا بنحلم معاكم الآن إن شاء الله بيفتتاح المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية وهو خلاص قاب قوسين أو أدنى في وقت يعني في زي ما بيقوله في نو طايم وده يزمت قد إيه أن مصر قادرة وأن فيه قيادة سياسية وعية بتدعم الرياضين بشكل كبير جدا الوزير قال كمان أنه سعيد بأن مصر هتكون أول دولة أفريقية تستضيف كأس العالم للجنباز وده بيأكد دور مصر الرياضي يعني كل الكلام ده بيأكد الكلام اللي بقوله سواء أفريقيا أو دوليا أما وفد الاتحاد الدولي فقالوا إنهم على ثقة كاملة في إن مصر هتنظم البطولة على أعلى مستوى في ظل الطفرة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت على إيدي المسؤولين في اتحاد المصر أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة على الجنباز الجنباز في 25 دولة زي وانتوا حديكم في الخبر هيشاركوا الجنباز اللي بيلعب الجنباز دول أكبر دول في العالم الجنباز لعبة أولاد يعني أو الدول الغنية مش أي دولة بتلعب الجنباز لأن الاستدادات بتاعته والإيكويمينت والصلاة مكلفة جدا فال25 دولة دول من 25 دولة تقال في العالم يعني دايما إحنا كنا نشوف بطرات الجنباز هتلاق الصين وأمريكا وألمانيا ودول أوروبية كبيرة يعني مش 25 دولة مثلا ممكن يكون فيهم دول مثلا زغيرة أو دول كبيرة لا 25 دولة من أكبر دول في العالم عشان 25 دولة يثقوا فيك ولا دولة تعتذر ويجي لعبوا كأس العالم ويوافد من التحدي دولي يجي قابل ممثل الحكومي المصري مع علي الوزيري دكتور أشف صبحي فده يدل على ثقة العالم كله في مصر أنا أصدقى على الخبر ده كتير لأن الخبر ده بيدل أن الطفرة أيضا في مجال الرياضة وإن شاء الله يعني مستنيين مدليات كتيرة إن شاء الله في دارة اللومبيادة جاية عشان تبقى أو مؤشر عن هذه الطفرة اللي بتشهادها مصر اللي الحقيقة إحنا باخرين إن احنا بنعيشها وبنشوفها قدامنا زي ما بقولوا رأي العين في كل شيء